مونة السهلاوي تنفيذي جودة في إينوك شغفي الرياضة من الطفولة كبرت وكبر معاي الشغف هذا إلين ووصلت في 2009 في بطولة الريشة الطائرة اللي نظمها مجلس بي رياضي وفي هذا اليوم كان اكتشافي لنفسي واكتشاف الدولة لي طبعاً مجلس بي رياضي اكتشفني في هذا اليوم ودعمني دعمني بأفضل البرامج التدريبية للي وصلتني للتمييز تميزت اليوم كوني أول لعبة ريشة الطائرة بين الذكور والإناث في الدولة تميزت اليوم كوني أول امرأة تمثل الإمارات في محافل محلية ودولية وكل هذا كان فضل القيادة الرشيدة وفضل مجلس بي رياضي اللي دعمني ورعاني من يوم اكتشافي واليوم فضل دعم القيادة الحكيمة اللامحدود للمرأة الإماراتية وصلت اليوم المرأة لمحافل عالمية تمثل فيها الدولة ونشوف اليوم منتخباتنا على كل الأصعدة موجودين آسيوين وموجودين عالمياً ويبدعون خليجياً ومحلياً ودليل على الدعم اللامحدود اللي تلقاه المرأة الرياضية في الدولة تبنى اليوم نادي النصر لعبة الريشة الضايرة النسائية كأول نادي يدعم اللعبة ويتبنىها في الدولة والهدف بإذن الله أنه نوصل بالفريق اللي موجود حالياً للعالمية ونعمل اليوم على تنمية الثقافة الرياضية بين أولياء الأمور والأهالي لنشأ جيل قادم رياضي من الفتيات القياديات لتمثيل دولة الإمارات في المحافل العالمية أمل موجودة لمهيري مؤسس شركة 9714 Sport الإماراتية استلهمت بنت الإمارات إرادة التميز والإبداع من دعم أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها وساهم هذا الدعم في تغيير الأفكار والمفاهيم النمطية بالنسبة لرياضة المرأة من مجرد التنافس الرياضي والصعود لمنصات التتويج إلى طرق المرأة باب الاستثمار الرياضي كأحد الروافد المهمة في الاقتصاد العالمي والمحلي لا يخفى على أحد أن الرياضة أصبحت صناعة لها تأثير كبير على اقتصاد الدول كما أن الاستثمار الرياضي دور مهم في تطوير الرياضة لذا من المهم علينا بناء استراتيجية وطنية اقتصادية رياضية للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص عبر المؤسسات الكبيرة والصغيرة واللي بتسهم في جذب المستثمرين في ظل وجود كوادر وطنية مؤهلة وبنية تحتية قوية كذلك تشريعات داعمة ونسبة سكان جيدة تقبل على ممارسة الرياضة والفعاليات الرياضية وكل هذا بيعود للنفع على دولة الإمارات في مجالات شتى قد أصبحت المرأة الإماراتية تستثمر كل الفرص التي تعلي من شأن الدولة في ظل ثقافة التمييز والإبداع التي أصبحت نهجا لدولة الإمارات العربية المتحدة المرأة الإماراتية بدخولها في سوق الاستثمار الرياضي كوني مؤسس لشركة 9714 Sport عضو في مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تطمح في ترجمة رؤى الدولة للخمسين عام القادمة في تنافس للشركات العالمية ونسعى اليوم كشركة إماراتية أن تتحول هذه الشركة الوطنية إلى شركة لها استثمارات متنوعة تحقق مؤشرات تنافسية عالمية فلا يوجد صقف لطموح ابنة الإمارات ونحن على ثقة بأننا سنحظى بالدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة لنصل إلى أبعد الحدود ونسطر أروع الإنجازات نحن اليوم في بلد يتحول فيها الحلم إلى واقع ولنا في مسبار الأمل أروع مثل فزي فريدون مدير قسم رياضة المرأة في مجلس بي رياضي بداية أتوجه في هذه المناسبة بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي قدمت للعالم نموذجا فريدا في تمكين المرأة وجعلت من المرأة الإماراتية قائدة ووزيرة ورئيسة للمجلس الوطني الاتحادي ورئيسة أيضا لكبرى القطاعات الحكومية في الدولة كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات على تخصيص يوم للمرأة الإماراتية لتثمين دور المرأة الإماراتية في خدمة الوطن لأن المرأة الإماراتية هي شريكة كاملة في بناء نهضة الوطن وتعزيز مكتسباته وسعادة شعبه يعمل مجلس دبي الرياضي على دعم وتطوير الرياضة النسائية في دبي وذلك من خلال تنظيم البطولات الرياضية المختلفة كما يعمل مجلس دبي الرياضي على نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى النساء من مختلف الفئات العمرية وجميع الجنسيات كما يحرص على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي سواء على مستوى التمكين والتطوير أو الممارسة وتحقيق الإنجازات من خلال التمثيل المشرف في كافة المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية كما يعمل مجلس دبي الرياضي على إتاحة الفرص وخلق المساحات الواسعة لتتناسب مع إبداع وتمييز المرأة ويعمل على فتح الباب للنساء من جميع المستويات البدنية لاستقطاب أفضل المواهب من اللاعبات صاحبات المهارات العالية والطموح الكبير للارتقاء بمستوياتهن إلى الأفضل وينظم مجلس دبي الرياضي العديد من البطولات والدوريات على مستوى المدارس للفتيات باعتبار أن الرياضة المدرسية تمثل قاعدة الهرم الرياضي كما ينظم فعاليات خاصة بالمؤسسات الحكومية والخاصة والأندية لكل النساء في مختلف فئات المجتمع أيضا يركز مجلس دبي الرياضي على أبرز المناطق السياحية الموجودة في الدبي بالإضافة إلى دورة الشيخة هند للعب الرياضي للسيدات والتي تعتبر من أكبر الفعاليات الرياضية الخاصة بالنساء سواء في عدد الرياضات أو الجهات المشاركة كما يشجع المجلس كافة النساء على المشاركة في الفعاليات من خلال تخصيص فعاليات خاصة لرياضة المرأة وأيضا تخصيص ساعات معينة للمشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة ويعمل على دمج الرياضة النسائية في كل الأيام الاحتفالية العالمية مثل اليوم العالمي لمحاربة السكري واليوم العالمي لمحاربة السرطان من خلال تنظيم مجموعة مختلفة من الفعاليات والأنشطة الرياضية الثقافية ترجمة نانسي قنقر